الله ومصر ليسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى يلي وصح بي أجمعين القصة دي للكاتبة المبدعة مريم السيد أم البنات ويلا بينا نبدأ أول حلقتنا في إحدى الأحياء الراكية بتسكن عائلة وكيل النيابة اللي اسمه محمد فخري ومراته إسراء وبنتهم ملاك وفجر يوم جديد قامت إسراء من نمعة عشان تصلي صلاة الفجر وبدأت تصحي زوجها محمد حبيبي أم يلا الفجر أزن حاضر حاضر صباح الخير صباح النور هدخل أتوضى تكون أنت فوقت كده ها وقمت منع السرير ماشي حبيبتي تطمنيني ملاك عملا إيه الحمد لله بقت أحسن دي حبيبتي سخناك أتعبها قوي بس الحمد لله نزلت وباك كويسة طيب الحمد لله أنا هدخل أتطمن عليها تكوني توضيتي وفعلا إسراء خرجت ودخلت الحمام ومحمد دخل يتطمن على بنته لأنها كانت سخنة جدا وبعد ما اتطمن عليها خرج كانت إسراء خرجة من حمام ها اتطمنت عليها كويسة؟ قال الحمد لله سخنة نزلت الحمد لله بصراحة دكتور خيل الدكتور أطفال كويس فعلا ربنا جزي خير هدخل بقى اتوضى الفجر أرى بيأذن ربنا يتقبل منك يا رب اوعي تنسي تتسلي بأم أدهم لا مش ناسية دخل اجيب الموبايل له هرن عليها ودخل الحمام وهي مسكت تليفونة اتصلت بأم أدهم اللي هي سلفتها عشان صلاة الفجر هي متعودة أن يتقومي كل يوم عشان تصلي الفجر وبعدها قفلت معاها ولبست الإزدال الشرعي بتاعها وصلت وفي بيت سلفت إسراء قامت على صوت تليفونة وبيرن كانت إسراء سلفتها صباح الخير يا إسراء عام لقيه صباح الورد يا قاية قم يال الفجر خلاص أزن قمتوا يا حبيبتي خلاص يجازيك يا رب خير حبيبتي إحنا أخوات ربنا يتقبل منك صلاح الأعمال قوم منكم يا رب وقفلت معاها جزئية كان أم من صوتها دي أم ملائك صح آه جزيها الله كل خير الصراحة ما فيش يوم نسيت الصحينة والله يبقل لو إسراء أختي مش هتعمل بتعامل معايا ربنا يباركلاف ملائك هي شخصية محترمة كفالة ما قولتي أدم هي لخدمتك وما خليتش حد يعملك حاجة فعلا والله يا محمود ربنا يجزيك كل خير ويقويني بقى رد جمالها ربنا دي ما بنكون محبة يا رب يلا أم بقى عشان تلحط صلي في المسجد وقام دخلت وضة ولبس ونزل وهي كمان لبست إزدالها وصلت فردها وبعدها دخلت على قدرة ابنها أدهم حبيبي أم يلا عشان صلي الفجر قبل ما تروح المدرسة يلا سبيني أنا مشوها يا ماما بعدين هقوم أدهم بطل دلع المفروض تقوم تصلي الفجر مع بابك في المسجد بس أنا قلت مش مشكلة خليه يتعاودي صلي هنا وبعدين ينزل مع بابا يا ماما لما مصحة صلي مش رحصل حاجة أني لو صليت الصبح مش وقته لا طبعا الصلاة فوقتها وكمان صلاة الفجر فيها باركة يلا أم اخلص بقى وبقى نام تاني قبل ما تروح المدرسة أوكي قمت ويا ماما قمت عايز أقولكم حاجة أدهم في الوقت ده عنده عشر سنين وملكة عندها خمس سنين أدهم أموت وضو صلى ادخل بقى نام هصحيك على معاد المدرسة وقاء سيب التليفون من إيدك بدل ما اضطر أخده منك حاضر أنا سيبته ودخل قدته ولسه يمسك التليفون سمع صوت ممتم ها نمتي قدم ولا إيه نمو سيب التليفون في بيت إسراء جزه رجع من الصلاة كانت بجاز الفطار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تعالي عود أنا جايزت الفطار عشان تفتر قبل ما تنزل شغلك حاضر تمام عايزك موضوع وعايز رأيك فيه موضوع إيه خير في إيه عودي وانا أقولك اسرق قعدت أنا وفقرة بيعي بيدي واشتري عمارة صغيرة عمارة ليه يعني في إيه نفسي أنا ومحمود نعيش مع بعض وملكة تطلع تلاقي ابن عما في دهرها والله فكرة حلوة بس ليه فكرت كده ربنا خليك ليه وليه انت عارف شغلية صعب قوي وممكن أقابل وجه كريم في أي وقت فحابب بقى سيبك انت وملكة فوست عيلة ليه كده بس يا محمد ليه الكلام اللي انت بتقوله على الصبح ده يا حاببتي انت وبنتي أغلى حاجة عندي ولزم أأمنكم أنا مسك قضية والحكم فيها خلاص أخلق الزمور وخايف عليك وعلى ملائك لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ونعم بالله معلش يا إسراء اسمع كلامي أنا لزم أكون متطمن عليكم قبل منطق بالحكم حاضر يا محمد أعمل اللي رايحك وانت عارفنا أنا بحب قاية وبحب جدا ابنهم قدم مع عشان كده قلت تبقي فوستيهم عشان لو حصلي حاجة أكون متطمن عليكم بعد الشر عليك ماشي يا محمد بس انت أخدت رأيه محمود طبعا أخدت رأيه هو شاف لنا مكان كويس هنروح النهار ده بعد ما نرجع بالشغل أنا هو نتفق ونجي نخكم تتفرغ عليها ماشي وانا هستنك محمد قيم وبسا من خدها وخرج رحها لشغله وهي ابتدى يا ربنا ان يسترها معاه هي قتيمة وملاش حد هي كانت وحيدة بابا ومامتها ومحمد ومحمود ولا دعمها ومحمد حبها واتجاوزها وبتعتبر محمود أخوها ومراته صاحبتها ودخلت تشوف بنتها عشان تتطمن عليها ونروح لقاية محمود رجع من المسجد قاية كانت تقفى في المبخ بتعمل سندوتشات لأدم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أجايز لك فطار لا أنا أدخل أنام أنا عندي محكمة بعد الدور بيصحيني بعد ساعة عشر كده قالت له حاضر ودخل محمود وقاية كاملة اللي بتعمله وبعدها صحت أدم عشان يروح مدرسته قام لبس وتوجه لمدرسته وبعدها مامته دخل الترتاح لحد ما عاد سوحين جوزها في شاقة إسراء كانت نايمة جنب بنتها ملاك بعد ما اطمنت عليها انها بقى كويسة قامت جاهز الغداء قبل ما جوزها هيجي وسمع ستريفونها وشفت الرقم كان جوزها حبيبي معلش ما سمعتش التليفون كنت نايمة جنب ملاك ولا يامك يا حابتي طامنيني على ملاك عملي دلوقتي الحمد لله بقت أحسن وكمان أكلت والترجيع وقف الحمد لله إن شاء الله ربنا يكملش فيها على خير إن شاء الله يا رب أعملي حسابك أنا أجي أخذك أنت وملاك نتفرج على البيت المحمودة تفعلينش دين طب قل لي هي أي عرفت محمودة يبلغها نهاردة وهو محبش قولها غلما ألاقي حاجة كويسة تماما أنا أكون في انتظارك ما تعملش أكل هنتغدى كلنا مع بعض بعد ما نشوف البيت إيه ده بجد والله طب حلو قوي ده نقطة تعبانة وكنت أمي عامل الغداء بس الحمد لله هرتح النهاردة ها ها أدي جمال بقى يا صاصة تسلم يا غالي أروح أكمل نوم بقى ها نوم العوافية حبيبتي صلي دور الأول قبل ما تنامي دوري إيه محمد لسه ساعة 9 صبح نعم أمي الكتابة تجايز لغداء دلوقتي ليه انت عارب بحب أجايز كل حاجة بدري قبل ما الأستاذة ملك تسحى آه والله البنت إزعاج قوي ومرتبط أبيكي ارتبق كلي ومحدش بيعرف يتعام معها غيرك بس الموضوع دم دايقني بس هعملي بقى بنتي ربنا يخليكي ليها وأكيد عشان هي لسه صغيرة ومش بتشوف غيرك أيا قالتلي كده عشان قدم كان كده بالزبط طيب أسيبك بقى عشان نصور يا شوية تشغل ربنا معك يا حبيبي ويوفقك يا رب وقفل معيها وهي داخل التنام جنب بنتها وكانت زبطها المنبهة على صلاة الدور عشان تقوم تصليف معايده في بيت آية قامت من نمها قامت صحي جوزها عشان شغله محمود قوم يلا الساعة عشرة حاضر آي مو معلش أعملي في نجاء نهوة حاضر بس الأول تفتر مصدق قوي والله مش هقدر أنا عارف مش هتعمل قهوة غلما يأكل حبيبي القهوة عريق بتتعب المعدة لازم نأكل الأول وبعد نشرب اللي تشربه ماشي ستاقيا آي مو آه صحيح نستقول لك على حاجة مهمة حاجة أيدي قول انت عارف ان محمد أخويا نفسه يشتري بيت من زمان ونعيش نهوه في بيت واحد آه عارفة ايه يا ريت انت عارف ان اسرقه من سلفتي بس دي صحبة عمري وطلعوا مني بتمنى اكون معها على طول ولما محمد أخوك طلبا للجواز كنت اسعد منها هي نفسها فاكر ربنا يخلكم لبعض انا لقيت البيت والنهار دا نروح انا وهو وانتوا هتجوا معنا عشان تفرجوا عليه معقولة يعني انت لقيته خلاص اه لقيته واتفقت معا نروح مع دمان خلاص شهر وكمان قال لي ان نتغدى مع بعض خلاص ماشي وقت ما تقولي جهزه انا هجاز انا وآدم هتصل بك بعد من خلاص الجلسات وخرج معاها وبدأ يساعدها لتجهز الفطار وقعدوا فطره مع بعض وهو جهز ونزل على شغله اه يتصل باسراء انا مبسطة قوي نحن هنقوم مع بعض والله ايوانا ما انت عارف انت بالنسبة لي ايه ايوش عارف يا حبتي ربنا يدين بيننا المحبة والمعروف يا ربي قلبي وكمان انا مبسطة ان انا هشوفك وهشوف بقى حبيب قلبي قدم وحشني بشكل والله ايوانا كمان طوامنين على ملاك عامل ايه دلوقتي الحمد لله بقت احسن من اول كنت اقلنة جدا عليها ربنا يكمل شفاعة الاخير ويبركلك فيها حبيبتي ويبركلك في ادهمي حبيب قلبي خلطه ده انت حبيبتي هسيبك دلوقتي ونتقابل بقى لما محمد ومحمود يرجعه ماشي حبتي سلامي قل عد وقت ومحمد ومحمود اخدوا مراتتهم واولادهم وروحاشن يشوفوا البيت اللي متفين عليهم وما يشترون هيا يا جماعة ايه رأيكم ما شاء الله حلوة ايه بقى دهم وكمان في حتها دية فعلا وكمان حتها ركية جدا محسساني ان انت ساخنة في حرقاية لا مش قصدي بس هنا قادم مكان لهناك فعلا انا لما كلمت السمسار قلت له على مكان يكون هادي وبعيد عن الدوشة وايز بالصراحة زوجك حلو يا متر طبعا يا ابني ما انا طول عمري زوجك حلو ولا ايه تبا للتوضع يا متر طب خلاص هتفين مع صاحب البيت اه ويريت لو في حاجة عايزة تتعمل في الشواء قوله بقى وايه واسراء قال له لأ مش محتاج حاجة على خيرت الله هتفين مع الباية واتفعله وننقل بقى في قرب وقت تمام ماشي صحيح فين ادم مرضيش ينزل وقال لي خلي ملك معي طنط واقعد في العربية ايه انت فاي بينهم في العربية لوحدهم لا ما تخافش مع امرات الباية بتاع العمر اللي جمنا فتحة كوشك وانا قلت له بقى دخلي بالها منهم لا اكيدا خطر عليهم يلا ننزل ونزل محمد جري كان ادم شايل ملك وبيلعبها ادم حبيبي انتو كويسين ايه يا عمو كويسين حتى ملك ما عيتتش خالص ماشي حبيبي ونزله اسراء وقاية وكمان محموده السمصار ومحمود اتفق معاه عشان يحدد لي معد معاه الاولاد فيهم حاجة يا محمد لا الحمد لله كويسين امال في ايه الفيلم الراب اللي انت عيشتنا فيه ده معلش نقس والله يغصب عني حبيبي في ايه طمني تي حاجة هاكيد هحكي لكم تعالوا بس نروح اي مطعم نتغدى ونتكلم وبعد وقت وصلوا وقعدوا وطلبوا الاكل وبدأوا انهم ياكلوا محمد اتكلم وطلع يا اخويا اللي في قلبك انت عارفنا انا مسك قضية للناس ليهم تقلون في البلد وجالي بقى تهديدك كتير اني يعني محكم شها المتهم وانت يعني من امتى وانت بتخاف من حد انا عمري مخفت انا خايفة على اسراء وملاك وانا قلتلك لا يصيبنا الى ما كتب الله لنا ونعم بالله بس برضو اللي احتياط واجب وبقوله قدامك هو لو حصل لي اي حاجة محمود وسيطيك اسراء وملاك الكل قالوله بعد الشر عليك يا جماعة انا والله مخايفة عن نفسي واحكم في القضاء بالقانون وعلى فكرة انا مش خايف من تهديدات ولا من اي حاجة انا الحاجة اللي مخاوفاني هي بس ان نتهددهم يوصل بقى الاسراء او ملاك ان شاء الله خير ما تقلقش وانا في دارة عارف يا حبيبي وعشان كده انا فكرت ان احنا نكون في بيت واحد والورقة دي محمود امانة لو حصل لي اي حاجة تفتح وتقرها واللي فيه تنفس بالحرف الواحد ماشي يا حبيبي انا هاخده بس عشان اراحك بس محدش يا ربي ملاك غيرك ان شاء الله خير والقضاء دي هتعدي وما فيش حاجة هتحصل يا رب وسيكون ملاك وممتها يو تاني ام حمد بس بقى معلش هاب تعذريني انا قلقان عليك وعلى ملاك والله العظيم هتعدي زي ما ايه قالت ان شاء الله معلش بقى نكدت عليكم بس انا من الجغركم اتكلم معاي ايه الكلام ده احنا اخوات ولازم نكون في دارة بعض حبيبي ربنا يخليك ليك وما يحرم نش منك وكملوا قعدتهم وبعد وقت الكل رجع على بيته وعد وقت والبيت جاز عشان يسكنوا في كلهم محمد خلاص كل حاجة جازة مفيش غير ان ملاك وممتها هما لنوروا شقة حبي ربنا يخليك خلاص هخلص شغلي وهجبهم هو انت لي مرضتش به شقة اسراء رفضت قالت لي دي فيها ذكرية كتيرة لينا مع بعض قالت لي خليها وكل فترة نيجي ونعط فيها نجد بقى الذكرية زي ايه بالظبط رفضت رفض قاطع وقالت لي خدها بكله بس ما بقىش الشقة دي قالت لي دي فيها كل حاجة حلوة حصلت لنا مع بعض الاتنين اتفهم مع بعض بس بصراحة بقى عندهم حق فعلا وانا عشان كده وفقتها ربنا يسعدك ويفرح قلبك يا حبيب وإياك وانت كمان هسيبك بعشان هنزل أنا وقاية قدم هنزباكو مع البيت تمام وان شاء الله صعبك كتير ويكون عندكم وقفل مع التليفون وبعدها اتصل بمراته بيبلغ انه هيجي يخدهم وقلبها مش متطمن ومعبوط جدا يا رب يا رب بعض دي الايام دي على خير ومحمد وصل واخدهم مرج بالغربية مالك يا اسراء حاسس كده انه فيك حاجة لا هي حبيب ما فيش حاجة بس ازعلنا عشان سايبه شقتي ورح مكان جديد يا ستي ما هي موجودة هي وانا وانت هنا بقى نيجي ونجد بقى الزكريات زي ما انت قلت يعني بس لو قدر بقى لراي اخر اعذريني يا محمد بقى حرم عليك الكلام ده والله هنا قلبي وجعني مساعة معرفته كلام ده ودمعها نزلت ليه بس يا حبيتي الدموع دي بالله عليك ما تعيتيش والله كنت هتنزل عن قضية بس ما قدرتش بسبب ضمير وانت كمان قلت ليه اوات عمل كده وعمل اللي ملي عليك ضميرك صح اه ربنا يقدرك وتنتقل حكم وان شاء الله خير وصل محمد البيت وكان في انتظاره اخوه مراته الحمد لله وصله انا كنت بكلم اسراء وهي مرعوبة وصلتها مخنوق سديني حقها ده انا نفسي مساعة معرفته وانا قلبي مش مطمن ان شاء الله خير ربنا يبعد عنهم الشر وخد منهم الشنط وقاشلت ملاك نورت بكم جديد منور بكم يا حبيبي تعالي بقى انت اللي منورت دنيا كلها نفسي اعرف ملاك عمل لك ايه دي حتة من قلبي حبيبتي تسلميني ام الفين قدم هو فوق فقودة ملاك بيرسلها اللاعب بتاعتها اللاعب ايه مش فهمة اصر ان هو ينزل هو بابا يجيبه الملاك لعب ودلوقتي هو بيرسهم حبيبي ربنا يخليه ويحفظه يا رب ويكون سند ليها يا رب تعرفي انا نفسي ان قدم يجاوز ملاك ويكون في حضن العمر كله وانا موافقة اقولك خديها من دلوقتي بزمتك تقدر تستاني عنها يا ستي اخديها بس ما ترجعيش بقى عايتي وتقولي خدي بنتك ها لا يا اختي مش عايات وانا بقى هبعتلك ادم وعدت الايام والشهور والسنين وملاك بقى عندها ست سنين وفيهم محمد كان هو امرته وبنته رجعين من حفلة وفجأة طلع عليهم والحد هنا خلص الجزء ده ويا ترى ايه اللي هيحصل تاني ومين اللي طلع عليهم وده اللي هنعرف ان شاء الله في الجزء جاي وما تنسوش لو هجبكم الحلقة اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة كل ترجمة نانسي قنقر